اشتركوا في القناة بشفاعته في الآخرة من الأمور المعرفية التي يجب الاعتقاد بها للإمام الجوادي سلام الله عليه هي مسألة البركة والشفاء على يديه الإنسان المريض الذي به علة الذي يحتاج إلى شفاء يجب عليه أن يتيقن وأن يعلم خصوصا عندما يأتي إلى زيارة الإمام الجوادي عليه السلام بأن للإمام الجوادي سلام الله عليه هذه القدرة على شفائه الله سبحانه وتعالى جعله الواسطة بينه وبين خلقه وأعطاه هذه الميزة وأعطاه هذه الكرامة بأنه يستطيع أن يشافي الناس سبحانه وتعالى يستطيع أن يشافي الناس بعون الله سبحانه وتعالى برضى الله سبحانه وتعالى لاحظوا سأقرأ عليكم هذه الرواية وهذه الحادثة وسأبين لكم مدى كرامة الإمام الجوادي سلام الله عليه عند الله سبحانه وتعالى وبركته في شفاء المرضى هذه الرواية وردت عن معمر بن خلاد قال سمعت إسماعيل بن إبراهيم يقول للرضى عليه السلام إن ابني في لسانه ثقل لا يستطيع التكلم يتأتئ بالكلام فأنا أبعث به إليك غدا تمسح على رأسه وتدعو له سأل وطلب من الإمام الرضى عليه السلام أن يجعل ابنه أو أن يرسل له ابنه في يوم غد حتى أن الإمام الرضى عليه السلام يمسح على رأسه بيده المباركة ويدعو له حتى يشاف ببركة هذا الدعاء وببركة هذه المسحة للإمام الرضى عليه السلام فإنه مولاك يعني إنه يتولاك يا ابن رسول الله هو من شيعتك من خدامك فقال الإمام الرضى عليه السلام لاحظوا لم يقل له أبعثه لي ولكن أشار إلى ابنه الجوال سلام الله عليه فقال هو مولا أبي جعفر وليس مولاك نعم هو من شيعة ولكن هو من أصحاب الإمام الجوال على اعتبار قد يكون أن الإمام الرضى عليه السلام قد يكون هذه الحادثة قبيل شهادته أو أيام قليلة عن شهادته فلذلك قال بأن الإمام في زمن هذا الولد سوف يكون الإمام الجوال عليه السلام فابعثوا إلى الإمام الجوال فابعث به غدا إليه يعني ابعث هذا الولد الذي به ثقل في لسانه لا استطيع التكلم بشكل واضح بشكل فصيح ابعثوا إلى ولدي الجوال هو الذي يمسح على رأسه وهو الذي يدعو له وببركة هذه المسحة وببركة هذا الدعاء سوف يشافه طبعا قد يسأل سائل بأنه قد يكون هذا الأمر مغالى فيه أو فيه غلو تجاه الإمام الجوال عليه السلام أو هذا الإنسان المخالف أو الإنسان الذي لا يعتقد بدين أهل البيت عليه السلام قد لا يعترف بهذا الكلام سوف أنقل لكم آيتين من القرآن الكريم تثبتان هذا الموضوع وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل خاصية الشفاء بل خاصية إحياء الموتى في بعض الأشياء المادية الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قميص يوسف سلام الله عليه يقول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يوسف سلام الله عليه أرسل بقميصه مع إخوته حتى يلقوا هذا القميص على وجه أبيهم يعقوب بمجرد أن ألقوه على وجه أبيهم يوسف سلام الله عليه بيّن بأنه من الآثار التكوينية تكوينية لهذا القميص أن يرد البصر إلى يعقوب مع أنه هو قميص وشيء مادي فإذا كان القميص فيه هذه القدرة وهذه الخاصية لماذا يستكثر هذا الأمر من يد الإمام الجواد سلام الله عليه أو من دعاء الإمام الجواد عليه السلام هو لحم رسول الله ودم رسول الله وروح رسول الله فهل القميص أفضل أم هذه الأشياء التي لها صلة مع النبي صلى الله عليه وآله هل روح رسول الله ولحمه ودمه أفضل أو شيء مادي جامد أيهما أفضل الآية الأخرى أيضا في بني إسرائيل في قضية إحياء هذا الشخص الذي كان قاتلا وفي قضية البقرة المعروفة في القرآن الكريم يقول فقل نضربوه ببعضها هذا جلد البقر الميت قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فبين الله سبحانه وتعالى بأنه جلد هذا البقر الميت وهو جلد أصبح من الأمور التي ليس فيها روح لها خاصية بأن تحيي الموتى ثم الجميل في هذه الآية المباركة الإشارة الجميلة فيها بأنها في نهاية الآية قال لعلكم تعقلون أشار الله سبحانه وتعالى بأن هذه المعجزات هذه الكرامات هي جعلت لمن يعقل لأنه من يعقل يعرف بأن هذه الأمور لها امتداد مع الله سبحانه وتعالى الله تعالى جعل فيها خاصية الشفاء جعل فيها خاصية الإحياء الموتى فلماذا يستكثر هذا الأمر على الإمام الجواد سلام الله عليه أيضا الله سبحانه وتعالى لكرامة الإمام الجواد لقربه لمقامه أعطاه هذه الخاصية فما المانع في ذلك لاحظوا أنتم اليوم عادة الناس عندما يتمرضون ماذا يأخذون من العلاج يأخذون حب كبسول مثلا دواء معين يعتقد هذا المريض بأنه شفاؤه في هذه الكبسولة في هذا الدواء في هذه الحبة مع أنها شيء صغير مادي جامد فإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل شفاء في هذه الكبسولة أو هذا الدواء فلماذا يستكثر هذا الأمر أن يكون الشفاء عند أهل البيت عليه السلام يعني الإنسان يعتقد بأن شفاء موجود في هذا الشيء المادي الكبسول أو الدواء ولا يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أكرم أوليائه وحججه على خلقه بهذه الخاصية أو بهذه الكرامات هذا جفاء بحق أهل البيت عليه السلام فلذلك هذا الموضوع هو الموضوع الأول وهو موضوع شفاء المرضى بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام الموضوع الثاني أيضا هو مسألة الإخبار بالسر الإخبار بالنفس أيضا من أحدى المعارف الجوادية بأن الإمام الجواد عليه السلام يعلم ما في نفسك أيها الإنسان المؤمن فلذلك عندما أنت تقدم إلى زيارته أنت لا تخاطب إنسانا ميتا كما يتوهم البعض لا أنت تخاطب إنسانا حيا يسمعك يعلم ما في قلبك يعلم ما في نيتك يعلم لماذا جئت إليه إلى زيارته لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن محمد بن الوليد قال أتيت أبا جعفر عليه السلام الجواد فوجدت في داره قوما كثيرين موجودين في دار الإمام الجواد ورأيت أحد الأشخاص كان يدعى ابن مسافر ورأيت ابن مسافر جالسا في معزل منهم لم يجلس مع الناس في معزل في زاوية جلس وحده فعدلت إليه فجلست معه حتى زالت الشمس فقمت إلى الصلاة فصليت الزوال فرض الظهر والنوافل بعدها وزدت أربع ركع فرض العصر فاحتسيت بحركة ورائي فالتفت وإذا أبو جعفر عليه السلام فقمت إليه وسلمت عليه وقبلت يديه ورجليه فجلس وقال عليه السلام ما الذي أقدمك وكان في نفسي هذا الشخص يقول وكان في نفسي مرض من إمامته يعني شك أشك بأن الإمام الجواد هل هو الإمام مفترض الطاع بعد الرضا أو لا كنت في شك فقال لي بمجرد أن قال ما الذي أقدمك إليه فقال لي سلم مباشرة دون أن يسأله لماذا جاء قبل أن يجيبه فقال لي سلم فقلت يا سيدي قد سلمت فقال ويحك وتبسم بوجهي فأناب إليه يعني باب التأكيد يعني ليكن تسليمك تسليما حقيقيا فقلت سلمت إليك يا ابن رسول الله وقد رضيت بك إماما فكأن الله جلى عني غمي وزال ما في قلبي من المرض من إمامته حتى اشتهدته ورميت الشك فيه إلى ما وصلت إليه فتبين لهذا الشخص بعد أن أخبره بما في نفسه علم بأنه لا يمكن للإنسان أن يعلم ما في نفس الإنسان الآخر إلا إذا كان هذا الإنسان له وحي وارتباط مع الله سبحانه وتعالى فعلم عن طريق هذه الحادثة بإمامة الإمام الجوادي سلام الله عليه وسلم له بالإمامة نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من المسلمين للإمام الجوادي عليه السلام في هذه الدنيا وأن نكون من الفائزين إن شاء الله تعالى بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الظاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر